تتواصل في المجمعات الاستهلاكية معارض أهلا رمضان التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات حيث تضخ يوميا كميات كبيرة من السلع بهذه المجمعات تصل إلى 50% زيادة عن المعتادة وبتخفيضات تصل إلى 30% للمتابعة تنضم إلينا على الهواء مباشرة مراسلة التلفزيون المصري لمياء حمدين لم يأدعينا في صورة معارض أهلا رمضان وهل بدأ بالفعل إقبال المواطنين على شراء احتياجتهم لشهر الكريم؟ مساء الخير عليك الزامنة العزيزة وعلى كل سيدة المشاهدين وكل عام والجميع بخير بمناسبة اقتراب شهر رمضان المعظم ما الذي تستعده عدد من المؤسسات المختلفة لاستقبال شهر رمضان كوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرف التجارية والقطاعات الخاص يمكن أكتر من 100 شركة قطاع خاص تعاونت مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرف التجارية لتقديم كافة المنتجات والسلع الغذائية بأسعار تنافسية وبتخفيض يصل من 15% لـ 30% لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار والاحتكار في حد ذاته يمكن حتى منافذ التموينية ومشروع جمعياتي وغيرها من المؤسسات التابعة لوزارة التموين تقدم كافة المنتجات والسلع الغذائية بشكل كبير وبيتم دخل عديد من المنتجات لا يوجد منتج أو سلعة يعني الناس في الفرع مثلاً لنا فيه النهاردة بتشتكي إنه هو مش موجود أو مش متوفر والأسعار كمان تنافسية زي ما ذكرت اللحوم موجودة بيوفرها يمكن الصورة من خلفي بتوضح قد إيه فيه تكالب من الناس على اللحوم وأسعارها اللي بتبتدي من يعني 52 جنيه تقريباً حتى 95 جنيه كمان الطيور والدواجن متوفرة بتبدأ أسعارها من 45 جنيه يعني كافة أنواع الطيور بأحجامها وأشكالها المختلفة السلع الغذائية متوفرة يعني مش رمضان كمان متوفر بوفرة كبيرة جداً في كافة الفروع الخاصة بوزارة التموين وتجارة الداخلية بأسعار كمان تنافسية يمكن حتى عن العام السابق الإقبال موجود بشكل كبير والجميع يرى جهود الدولة في مواجهة أي جشع للتجار من خلال القانون وكمان من خلال المعارض اللي احنا بصدد افتتاحها من 24 مارس الجاري وحتى نهاية الشهر والمتوقع أنه زي كل مرة بيتم استمرار المعرض لأيام أكثر من ذلك أشكرك جزيلاً من أحد سلاسل معارض أهلاً رمضان لم يأحمدين مراسلة التلفزيون المصري